يعني ما بقتش تسمح فجاي ان انا اطلب دهبي منها وهي قبلت الموضوع بموافقة وما كانش بيه اي مشاكل راحت عندها هلاء بقى عشان خاطر تجيب الدهب وتيجي الحياة هلاء بقى رفضوا ان هي تجيب الدهب وكده وحصلت مشكلة وبعدين روح تتصلوا بي عشان خاطر اروح اجي خدوا الحاجة بتحتي وكده فطبعا اه شدنا مع بعض وابوها ايه هي انت انفكر حاجة تجديب كام ومشي طلع برة واشتيمة ويعني حاجة لا تتخيلها يعني ايه فاخدت بعدي ومشيت وسبت لهم كنت عندي بيت ابوها يعني خدت بعدي ومشيت وكده ولحد دلوقتي مفيش اي جديد في الموضوع ولا في اي حاجة وانا الحياة عايز اطلقها بعد سنة اه دي سنة جواز اه في حاملة ولا حاجة في بنت اه ولدت يعني عندك بنت دلوقتي اه في بنت اه وعايز ستطلها محمد ولا جاتش لحظة حبيبي ولا جاتش لحظة واحدة حبيبي ولا جاتش البنت في الزهنة كنت عايز ستطلها ما قلتش طابو بنتي طابو بنتي والراجل اللي قالك والراجل اللي قالك امشي طلع برة ده ممكن يقول لبنتك لو زعلته في يوم امشي طلع برة تطلع البنت لا ليك ولا عليه والضيع وعادي جدا يعني كأنها قطة ما هو حضرتك المفروض السف تقف جنب جزة ده المفروض اه بس الواقع يعالج لغاية لما يحصل ده يا حبيبي اللي تنروح اخد حاكتي اقابل بيشتيمة وبإيه اللي تقدم حاكتك اللي كنت عايزها كنت عايز حاكتك اللي هي ايه الدهب الدهب بتاعك الدهب الشابكة عشان مزنوق عايز اعمل ايوه بس عشان مزنوق مش واجب تستلف لكن ده ده حق الرقبة انت اديتها الدهب ده كان جزء من الجوازة يعني كان جزء من المهري فهو بتاعها مين اللي قالك انه وانا دلوقتي مزنوق يا حبيبي استنى بس يا حبيبي روح شوف ابوك وشوف اخوك وشوف الجران ما ببعد عنها خالص انت تعرض عليها مجرد عرض زيها زي غيرها قبلت قبلت ما قبلتش بتبغز علان أبدا وافقت حضرتك وافقت وما كانش فيها ايه ماشي وافقت ورجعت في كلامها ترجع في كلامها عادي جدا والله العظيم والله العظيم يا مسلمين كده هي وافقت رجعت في كلامها انك من اعلاب لما ترجع وماله ما ترجع انت الاساس يا محمد يا محمد المفروض ما تبصلوش نهائي هي عادة الفلاحين عندنا بيجيبوا الدهب للبنت عشان يتجوزوها وبعد ما تجوزوها باسبوعين ثلاثة هاتي يلا نبيعوا نجيب جاموسة بقت عادة غابرة ومن يلا بستين الف نيلا ده ضلال ما انا بنقوله قال له واستقاموا على الطريقة يا جدعان اهو هي بيستقاموا على الطريقة قديلك وبعدين اخد منك وبيع عشان افك زنقتي لما انا مزنوق من حيس المفتدى بتجوز ليه ما هو قال النبي كده يا حبيب ظروف اصرب بعيد عن مراتك يا ولدي خلي البيت واحة قدرة خليه ضل ليك تبتيش اتاء هناك وتيجي تلاقيش عكارة هنا انما الدهب مش هيحللك اشكال وحتغي ظروف تانية وهي نفسيتها هتتغير وانت كمال هتتغير وما تلاقيش حتة كويسة تروحها حنينة يا المسلمين يفهموا كده اللي يجيب دهب لامراته ده اللي بسموها شبكة هي ميش نيلة هي جزء من المهر بدليل ان محدش هيجوز من غيرها يعني جيب الدهب يا منتش داخل ويكتب علي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا توقف مين وتنيل ايه من قالك انها توقف جنب جوزها واحنا مجوزينها عشان توقف جنب جوزها احنا مجوزينها عشان هو ايه سعدها لما يوقع في ازمة توسيه توسيه عن حيط السندويتش انما تقلع اللي في ايديها واللي في بودانها وفي الاخر ربنا لما يكرمك وزيد فلوسك تجيب لها واحدة عليها وتقهرها يا توقف كل يوم تقولها حاج جوز عليك يا حاج جوز حاج جوز ما هيوقف انتهيه يا محمد يا محمد انا عايزك تطلع مني يا ولدي بجملة واحدة اطلع مني بجملة مفيدة ما تبصش لدهب مراتك ابدا وفيه الف سكة تجيب منها وتتصرف فتقوم تحافظ هي لما تلاقيك مبهدل وبتستلم